الغربال رؤية المهندس عادل فيها الكاتب الكبير الأستاذ نبيل عمر كتب مقالة فيه مصراوي كاس العالم ومأذق الرياضة المصرية ونبيل عمر حد رؤيته للأمور فيها عمق وفيها خبرة نهيك عن ثلاثة الجملة نفسها بيقول بالطبع نقفز ونهتف ونصفق بحرارة لمنتخب المغرب ونصفق ليس لكونه واحدا من الأربعة الكبار في كاس العالم وده إنجاز غير مسبوك وإنما للأداء الجماعي الرائع المتسم بروح عالية وإرادة صلبة وتخطيط وبيشير إلى أهمية مشاركة المنتخبات العربية وإنجازها بالفوز على أبطال العالم سواء السعودية أو تونس أو المغرب لكن بيقول كمان نبيل عمر وأقبح شيء أن مصر لم تكن حاضرة في هذا المحفل العالمي الصاخد مصر تستحق أن يكون فعلها الكروي أكبر من تاريخها مع اللعبة فالفعل عمل جاد لا يتوقف والتاريخ شواهد قبور على أفعال مضت صحيح أن دولا كبيرة لم تتآهل للمنديال مثل إيطاليا وغيره لكن دي استثناءات بالنسبة لها وبيقول لا أتصور أن المواهب تنقصنا فمصر منجم مهارات لكن منجمنا مدفون في كهف من الإدارات الرديئة جدا يفرزها نظام إدارة قد يكون الأسوأ على كوكب الأرض نهيك عن مثالب شخصية متأصلة في نفوز كثيرة أختارها الفردية المفرطة والإنحيازات المهدرة لقيم الرياضة وتغليب المصالح الذاتية الضيقة على المصالح العامة ومفاهيمها وبيمضي نبيل عمر في استعراض المشهد الرياضي المحزن بيقول طبعا أمر غريب جدا أن يؤسسه أندية بيقول طبعا السر في شعبيت كرة القدم والأضواء التي تلاحقها هم لا يفكرون هكذا لأن نصيد الكرة الإعلامي أكبر مئة مرة وبيختصر مطالبه نريد نظاما يخلصنا من الشلالية والتربطات والتعليمات والتوازنات والخناءات على الصفر والبدلات ويفكر في مصر بس ده نبيل عمر من باب التغيير من باب التغيير أديله لايك وشير أديله لايك وشير يعني أنا لو عايز أكتب أي أه أعتبر أن أنا متفق أن ده مقال مكتوب بالمشاركة مع الأستاذ نبيل عمر وزي ما أنت قلت درجة صاحب رؤية كروية مهم يعني صحيح كل الكلام اللي قاله ده بيحصل كل الكلام الرشيدة اللي كتبها في الآخر متفق عليها بس هل من رجل رشيد هل من رجل رشيد طيب رجل ولا هل هل من رجل ما تهودنيش على الله الله لا لا هل من رجل رشيد طيب هو نبيل عمر أشار لحطة الأندية وقال إن إحنا ليه الهيئات والبنوك والمؤسسات ليه ما تدعمش وترعى أندية شعبية حيوه ده من زمان أنا بقول لك هل أنا بحتاج أعمل نادي فرقلية أخليها للموظفين يعني فهم أما أعمل رياضة أعملها الموظفين من باب الرياضة لكن أروح أرعى أندية شعبية لكن أروح أرعى أنا دي يبقى ده بتاع بإسمي أحل مشكلت ومشكلتي وأوفر لي أرعى أسوان أرعى المنصورة أرعى الأندية الشعبية اللي مات مفيش حل للأندية الشعبية وانت شرر أو الكل الأندية توقف على رجلها إلا أنا تدمج معها حاجة زكري لذلك أنا مندهش من أندية الأقليم مفياش رجال أعمال بإسماعيل ليه دي محافظة غنائية إسماعيل النهاردة خد عقوبة قف قيد تانية شتاء عشان فخر الدين بن يوسف والله ما حد يتطبع عليه غير الإسماعيلي ده وصيبينه في الطالة كده عليه خمسين ألف دولار ما تدفعتش اتوقف القيد الشتاء خمسين ألف دولار يعني 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 مشكلة في الإسماعيل إن يبقى فيه خمسين ألف دولار وأصلا أنت لما أنت بتمشي لعيب تمشي لإيه ما خلاص أنت جابته فخر الدين بن يوسف ده اللي راح الفيرامد ده اللي راح لو خمسين ألف دولار ما احتياجات تلو كنت بيعته وديته معاقده خلص ما جددتلوش ليه ما ددتلوش ليه الفلوس المتأخرة وجددتله كان أوفر لك مئة مرة من الكلام ده طبعا وكان زي معاك فيرود وكان أحسن لفخر النستانة لأنه كان الفيرود الأساسي ما تفهمش ما تفهمش الله أعلم بالظروف ضروري فيه ظروف بتقود الإدارة لأن دي حاجات واضحة ده عندهم ست لعيبة مشوا بنفس الطريقة ورفعين قضايا يا الله أتمنى أتمنى بقى أن فيه شركات جوه الإسماعيلية تاخد الإسماعيل وتنهض به كرعاية بيزنس ما بنقولش هبات يعني بيزنس حط على أصواره وإعلانات حط رعايات على سواء لعيبة ناشئين لبرة يعني عنده في فترة ما كان يستطيع أن يفعل هذا كان عنده موايب جامدة جداً بتطلع والحقيقة أنه هو السنة دي عامل فرقة أنا مستغرب يعني ما تقرأ واستبقى أي من الجمل خلاص كمدير فان يا سيدي كويس بس هيقعد كم ماتش لاجم السمرارية لأن أنا علم اللعيبة تحفظني مش بقول اللعيب يحس أن المدرب على كف عفريد ويسمع كلام مش هيسمع كلام ازاي طيب أنا مش بتكلم هنا على إسماعيلي بقى عشان ما مش من حق أن نظر على حد أنا بتكلم في العموم لأن كم مدرب تشاله لحد دلوقتي في الدور المصري إنبي لسه شايل مبارح كشري والغاية دلوقتي ما جابش المدرب سافر بالجهاز المعاون لأسوان عشان يلعب أسوان يعني لا ده سبع تمام المدربين برضو على أرض مهزوزة طيب وكل بقى شهرين ثلاثة ما فيش شهرين ثلاثة مطشين ثلاثة صحية طيب في الجمهورية كتب صديقك العزيز ردوان الزياتي هل أنتم مستعدون لإنقاذ الكرة المصرية؟ والله سؤال مهم جدا تصور بقى إن محدش يعني لاجم يتسأل السؤال أنتم جدين؟ عادي أنت نخذوها ولا نتكلم بمناسبة كاس العالم ده سأل حد يجاوبنا عليه بيقول ردوان الزياتي شخصيا لن أسكت ولن أنسى دروس المنديال وسأظل أقاتل حتى آخر نفس حتى تعود الكرة المصرية إلى مسارها الصحيح بيقول لن أطالب اتحاد الكرة أو ربطة الأندية بالرحيل لأنهم جاءوا بالانتخاب ولو كان شكليا فكان عليهم أن يحترموا مشاعر المصريين ويستقيلوا ويفسحوا الطريقة لأصحاب الكفاءة والخبرة بعد كل الذي شاهدوه في المنديال خاصة تألق المنتخب المغربي وبيقول أطالبهم بمراجعة أنفسهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإصلاح المنظومة الكروية بشكل كامل والاستعانة بأهل الكفاءة والخبرة في كل المجالات الفنية والإدارية وأقترح على الدكتور داردوان الزياتي وأقترح على الدكتور أشرف صبح وزير الرياضة أن يتبنى مؤتمرا وطنيا للنهوض بمنظومة الكرة المصرية من كل جوانبها الفنية والتنظيمية والإدارية والإعلامية والاستعانة بخبراء محليين وأجانب الوضع استراتيجي للوصول بالكرة المصرية للعالميا وبوردوان الزياتي إنني شخصيا أملك أفكارا مهمة لتحقيق ذلك بحكم خبراتي وتجارب المحلية والعالمية بحضور وتغطية كل المناسبات من بطولات وغيرها وأنتظر موعدا مع الوزير لعرض مقترحاتي ورؤياتي المتواضعة لمثل هذا المؤتمر اللهم إلا إذا كان الوزير بالفعل ليضع هذه القضية على رأس أولوياته ويحضر لها بالفعل ووقتها سأكون أول الدعمين والمساندين المهم أن لا نستهلك الوقت وتستغرقنا القضايا والمشاكل المحلية وبرامج الروتين اليومي ثم نفاجب أن الوقت قد سرقنا ونصدم بفاجعة كروية جديدة وخروج من كأس العالم وضيع ألقاب أفريقية شوفوا قالوا تلك عجبني السؤال أتفق مع كثير مش كل من المقترحات اللي قالها ولكني بشكل يعني مبدأي مش مع كل حاجة نقول نسألكم الرحيل لأن هي المشكلة مش في الرحيل أستاذ براهين لأن لو جالك حد ما عندوش رؤية أو مش متبني سياسة جديدة تقودنا إلى تحقيق هذه الأهداف مش هنعمل حاجة هو لما بيقولها بيقول مؤتمر يعني 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 مش محتاجين مؤتمرات بقدر ما إحنا محتاجين طيب أنت هتقول ما فقد الشيء لا يعطيه إزاي أنا أجيب نفسي للناس اللي بتخطط عشان تصلح إن أنا اللي يستراتيجي تتغير يعني ما أنا ممكن أنا نفس الشخص قناعاتي أو الظرف اللي أنا فيه يتغير ويبقى مطلوب مني حاجات تانية أي التكلفات التي تطلب من اتحاد الكرة أولها أولها ثواب والعقاب مش هشتغل بدولة بعمل عمل بلمي من وراء ده لا يمكن يعني هذه أول خطوة من خطوات الإصلاح نمرأتنين العدالة المطلقة والشفافية المطلقة ونحنا لما نشتغل ما نبقىش تحت ضغط أي حد ولو كان نجم فرنسا وفيه أهمة من كريم بنزيمة ما قدروش يفردوا على المدرب حاجة خليه جنبك مش ها قال لهم والله أنا خلاص المجموعة دي وقصلتني أنا مش ههز الدنيا وصل الفاينل وعمل ماتش مرعب وخزلته ضربات الترجيع لما نوصل إنه يبقى العزيز علينا اسم بلدنا مش أي حد تاني مش أي حاجة تاني لما نوصل إنه نبقى في عندنا نعمل نتصراحة مع النفس ونشاور على الخلل وإن كانش عندنا الخبرات اللي تصلحوا ناس تعين هنا بقى بدل ما قوله استقيل قوله استعين بالخبرات اللي ممكن توصلك إنك تصلح الكلام ده وما روحش بقى أشتغل بشكل شكلي يعني ما روحش أجيب الناس عشان أحطهم وردة في عروة الشاكتة ما جبتلكم فلان هاجبلكم من تاني طريقة إن المديرين الفنيين في الاتحادات ما تشتغلش والسيساتة لا تنفذ ويبقى قعد كراجل إدارجي روتيني واللي بيقوله ما بسمعش كلامه إحنا ما نغيرش سياسات ولذلك كابتن جهر رحمة الله لما جه وقال له ما عمله كذا كذا عشان يبقى عندنا المتخب قلوم بتاعت الثلاثة عشرين سنة ونغير مصابات ما نسمعوش كلامه راح ساهمهم وراح لأردن نكسر الدنيا عايب عايب ليه المناخ اتوفر له هو الناس لأنك بتصدقنا وتصدق كفاءاتنا وإحنا هنا ليه مش بتصدقه مش من الدلم والفرصة ليه ما تيجي تقول الكابتن حسن شعات وقول لك كابر خده خبير خده راجل بيخطط ما الراجل ده خد فريق من الدرجة الأولى كسب بيت دوري والسوبر الكاس والسوبر الكاس والسوبر المولين وبعدين وهو في الدرجة الأولى تسلم منتخب مصر عمل اللي ما عملوش اللي قابله واللي بعدين إذن تركمت عنده خبرات أصبح كلامه ويجب أن يستمع إليه نجيب الناس اللي هي ممكن تبقى مجردة تقول لنا حاجات مش عملين نجيب ناس من باب جبت لكم فلاني فلاني كيروش بعد النخر الكوريش ويشتم فينا طيب بمناسبة كيروش الصديق العزيز حمد رزق كتب مقالة مهمة في المصر اليوم أليس في الجبلاية رجل رشيد الله ده تبعني مت فين ساوه في الجزئية اللي المهندس عدلي بيطرح بيقول حمد رزق ما حدث توصيفا في ضيحة اللي هي إيه عم حمد قالك مشحنة كارلوس كيروش المدير الفن الأسبق لمنتخب مصر مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري في نهاية بطولة كاس العالم في استاد لوسيل القطري يستوجب مساءلة عاجلة لاتحاد الجبلية ليه قالك لأنه ما حدث يمس سمعة مصر في الأخير كيروش واجه جمال علام في مقصورة استاد لوسيل أمام الناس في حضور محمود الخطيب وحسن حمد وأحمد سليمان فتح القص وذكر الأسماء حمد ريز واجه بإيه عدم حصوله على بقية مستحقاته حتى الآن كيروش أكد لجمال علام أن اتحاد الكرة لا يريد سداد المستحقات المتأخرة ويماطل في الرد رغم الوعود التي يتلقاها وهذا ليس جيدا وسيلجل الاتحاد الدولي المدرب البرتغالي بيقول حمد ريز الذي قاد المنتخب الإيراني في نهاية كاس العالم في الدوحة انفجر في وجه جمال علام في سداد لوسيل وقال بالحرف بين علامات تنصيص أنتم لا تحترمون تعقداتكم ولا عهدكم حازم إمامي يتجاهل الرد علي على اتصالاتي أكثر من مرة وبيقول حمد ريز العهدى هنا على الراوي وهو صديق هاني حتحود في برنامجه الماتش على صدى البلد دعكة من ردود اتحاد الكرة المائع وتسويفات جمال علام وتبعيه في ضيحة المستحقات لا تجوز ولا تصح وليس لها محل من الإعراب في سياق اتحاد علام المغلوب على أمره لم يستطع ردا الرد جاء من الجبلاء على لسان مصدر مجهول بالتحاد الكرة يعرفه فقط حتحود يقول المصدر كيرو اشتقاد كل مستحقاته المالية وهو الوحيد اللي يجلس له أي مبالغ مالية عكس باقي الجهاز المعاون واللعبين الذين تتبقى لهم مكافأة بيقول حمد رزق حتى عندما يرد الاتحاد في وقعة مهينة كهذه يرد في الخفاء وعلى لسان مصدر مسؤول أو بالأحرى مجهول وليس في بيان المنظور يوئيس الاتحاد يعني ايه كيروش الوحيد اللي خاد مستحقاته وجهاز ما خادش عشان ما صارينه غلبة ليه ما يخدوش مستحقاته هو فيه ايه يا جماعة بص هو القصة عشان اقول لك احكيلي القصة هو ليه فلوس لما ما حضرش المؤتمر الصحفي بتاع مباراة السنغال عشان العربية تأخرت في الطريق اتوقعت عليه غرامة اتوقعت عليه غرامة كبيرة من اين من الاتحاد بتاعنا من الاتحاد الافريقي في اتحادك بيحمل هالو حمل هالو بالكامل طيب طيب منطقي واضح ان العقد مفروش كده هو بيتمسك ان انا انا متأخرتش بسببي انتوا كنتوا شاهدين ولزاك لما قاله وليد العطار وتلاسن معاه في تويتات قالوا انت انا اكلت عيش في بيتك وانت ما قلت ليش كده وانتوا وقتها ما قلت ليش ان الغرامة علي وانتوا عارفين ان انا اتأخرت في الطريق بسبب زحمة المواصلات او فورس ماجاريا اه طيب ما توسقتش ليه فين العمل الاداري هنا انت ما وسقتش وانت ما ردتش عليه يعني وحب دي ريزي بيقولك ما ترد عليه بشكل واضح انا عارف قالك انت ليه بتستخدم لا اه ده انت كنت اولا اولا وصقت اللحظة ثانيا خطبت الاتحاد الافريقي فورا لإسقاط الغرامة سليسة تقوله انا عملت واحد اثنين ثلاثة والاتحاد الافريقي قصار وانا ما قدرش اتحمل الغرامة بنيبع عندك حتى لو انت مظلوب وترد عليه كده اصلا الاتحاد برضو نفسه يتحملها ليه اه يعني يعني فيه سبب لكن انت ما عملتش لهم وارج بتاعك لانك راح تتفسح يا أستاذ براهيم اه وكل شوية الدنيا تلف وتوصل عند من وليد العطار وبعدين في كده والاتحاد يزكت بيقول حمد رز هل هذا تصرف يليق بالاتحاد هو الاقدم قريا وعربيا وربما شرق أوسطيا هل هكذا تدار الجبلية في الخفاء والتناش والتسويف مدير فن بحجم كيروش يعامل هكذا من اجل حفن الدولارات ماذا لو لجأ كيروش الى الاتحاد الدولي من يتحمل العقوبات المالية والتعويضات فضلا عن الخسارة المحققة في سمعة الكرة المصرية بيقول حمد رز أليس في الجبلية رجل رشيد يتحدث الى كيروش باحترام وتأدير ويعرف منه مطالبه ومتأخراته ويفصل في حقوقه اذا كانت له حقوقه لماذا لا يطلب علام من رجاله تجهيز الملف المالي الكيروش والتحقق من مطالبه ومدى اتفاقها مع العقد المبرم بدلا من الملاسنات والمشحنات والشكايات في الاتحاد الدولي مخزن ومحزن هذا الذي يصدر تواليا عن اتحاد الكرة كيروش نطع أنتم لا تحترمون تعقداتكم ولا عهودكم كيف تحملها علام وكيف وقعت على كبات ونجوم الكرة المصرية الكبار أمام الضيوف في استاد لوسيل هذا الذي حدث تتدار منه الوجوه خجلا وتتعرق منه الجباه صحيح اللي اختشوا ماتوا شيء مؤلم هو من وجهة نظره هيقولك أنا مالي أنا راكب معاك العربية والمرور عالطال أنا وانت يطلع البيه المسؤول اللي كان مسؤول هناك يرد بالحقيقة ليه يسمح لكوروش أنه يدعى درئيس الاتحاد المصري في وجود الناس ما يردش ما يردش النهاردة في ساعتها ما احضر إثبات حالة واحتجاج ليه ده الاتحاد الافريقي أنت بتوقع عليها غرامة ليه ده اللجنة المنظمة ما ما وفرت ليش أن أنا أوصل للملعب أنا التأخر نتيجة كذا إذا كان هذا هو السبب مش أنه هي العربية استنيته لما نزل من قط فنزل متأخر إذا كان ده اللي حاسع يقوله لا أنت تأخر فإحنا مشينا لوحدين والاتحاد وقتها قال أن الزحمة المرور هي السبب يبقى هو الراجل قال طب أنا مالي والاتحاد وأنا مالي طب مين اللي ماله الفورس ماجير فيه حاجة فيه القنوص ما لسبب القهري يدافع بيها لدى الاتحاد الافريقي والمسؤول هنا اللجنة المنظمة اللي ما فاردتش أن يبقى قدامي الموتسيكلاب الانسيابية اللي بت تضمن الوصول في المناسب بالزبط كده إنما يبقى فيه أكشن وابقى واقف جنب الراجل بجدية ونختضر الأمر ورد عليه وتيجي لحظات هنا اللحظات ممكن يبقى فيه توافق على تحمل الغرامة طبعا لا أنت مسؤول ولا أنا مسؤول لكن فيه تعانط هنعمل إيه فيه نشوف تتدفع نرد على الكافر اللي فرض الغرامة بكده أنت فرض عليه غرامة وأنت ما وفرت ليش ما هو ده بقولك بس دي كانت عايزة إيه وقتها إثبات حالة ما الإدارة الإدارة جماعة مش فسحة ولما كنت بقولك إن عيدوا مجلس إدارة النادي لما بيسافر ده مفوض بصلاحيات رئيس المجلس والمجلس لأن فيه قرارات لحظية بيجيب اتخاذها مش هتستنى لما تعمل ابتماع مجلس إدارة فلابد أن يكون الشخص اللي على رأس البعثة عنده ضراية بكل الكلام ده وعنده إدارة صح صح مش رايح تفسح التحقيه هنا يتم ومن السيد الوزير وشوف التقصير فين إذا فيه تقصير حد يتحمله إذا ما فيش تقصير يطلع رد رسمي أو يطلع حد يتحمل المبلغ ويقول لنا الملف اللعيب أو ده بس ما يبقاش إن إحنا دفعنا نتيجة واحد شهر بينا في كاس العالم نسبت تعرف إن قبلها بيوم كيروش بيهدد قبلها بيوم بعت رسائل لكل الصحفيين بكرة هقابل المسؤولة للتحاد المصر في الاستاذ ووفضحهم قدام الناس يعني حتى ده كمان لا يليق هو بلدي أو كمان آه طبعا شرشوح بلدي آه يعني هو رجل حتى ما عادش اتكلم بشياكة مع الناس هو بقول لك أنا بتتصل بحازم يمكن ده دايقو ما خلي بالك البرتغال دي كانت مستعمرة العالم فوق بوقت هو كمان ناري الجينات بتاعته لا جينات مورينو يعني فيهم نارية آه يعني ما تكلمه بكلموك بصلابة فيهم الطابع ده آه ده موضوع يا حازم ما نفعش معا ما بردش إنك تزوقها بالعصايا فتيجي بجمال على الله آه يعني طب رد عليه ما انت اللي جايبه وانت اللي يعني يعني انت اللي كنت على اتصال بيه اللي جاي وحمد مجاد صحيح بس حازم كان متصل بيه على طول لا ما هو قاله أما جيه يا تفاض معانه يرجع آه قاله فين مستحقاتي انت ما وعدته يعني حتى بيتهمنا بالكد ما يصحش آه ما يصحش وده من الناس وبرى الناس هو أنا كرامتي إن أنا بقى رجل كداب بدأ في الدرى خلاص هو شرفي إن أنا لو اطلط في الدرى بقى أنا في السليم لو حد تعرض لها في العلنة أطخه ده كلام وكل الأحوال لا اتشرف ده حاجة والكرامة دي حاجة في العلنة وفي الخفاء ما عملش الحاجة اللي تجرح آه مش كده سعية ده كان تساؤل له أستاذ حمد رزي